بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا أصحاب السعادة خلاص عارفين اليوم بتاعهم وهو يوم السبت اليوم اللي احنا بتتكلم فيه عن ازاي نخلي للزواج ده نعمة من نعم ربنا سواء احنا مقبلين على الزواج أو سواء كنا عايشين كأزواج وبنحاول بقدر ان احنا نجدد حياتنا الزوجية فأصحاب السعادة هم طالب السعادة اللي هم في الحقيقة بيعيشوا في ظل قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة احنا هنا بنكرس ان المودة والرحمة مش فكرة ولا عطية حد بيعطية للتاني احنا بنكرس هنا ان مودة والرحمة حياة بنكرس هنا ان السكينة بتتعاش بتتشاف بتتسمع كل ده بيحصل ده مش هيحصل في الحقيقة ومش هتكون المودة والرحمة حياة ومش هتكون السكينة أيضا بتتحرك في جنبات حياتنا إلا إذا كان كل واحد فينا حول كل القيم اللي عندنا كل القيم الزواجية دي إلى مهارات وعشان كده احنا بدينا من بدري من حتى قبل رمضان وإحنا بنتكلم على المهارات الزواجية ومن المهارات الزواجية المهمة في إطار الاهتمام الزواجي حاجة مهمة جدا 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 ايه هي؟ دعم الأزواج لبعضهم وقت الشدة بيلاحظ حاجة غريبة قوي بيلاحظ ان افضل الفرص عشان يحس شريك الحياة ان انت مهتم بيه لما يكون في لحظة شدة بتبقى فرصة مهمة جدا فرصة مهمة جدا ان انت ايه؟ ان هو يحس ان انت حاسس بيه ان هو يحس ان انت شايفه ان هو يحس ان انت بتخاف عليه ان هو يحس ان انت كمان عايزه يبقى في راحة وفي امان اعرف ناس كتيرة جدا 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 لما شريك الحياة لما الزوجة او الزوجة على فكرة لما الزوجة او الزوجة انا مش بتكلم عن الزوج بس الزوجة او الزوجة كانوا سند وضهر لشريك حياتهم بيتحول شريك الحياة بيبقى حاجة تانية خالص فما بالكم اذا كنا بنبتدي الجواز بده او فيما بالكم اذا كنا احنا مقررين ان احنا نعيش حياة فيها نور مدد ربنا سبحانه تعالى ونقرر ان احنا نعمل تغيير في حياة من تغيير ايجابي في اللي هيحصل هيحس الشريك الحياة انه هو بقى عنده ركن من اركان حياته اللي هو مين شريك حياته فيا ايها المقبلون فيا ايها المقبلون على الزوج ويا ايها الازواج اذا كان كل واحد فيكم عايز يبقى ركن من حياة شريك حياته عندك فرصة عبقرية هي فرصة وقت الشدة على فكرة الشدة مش لازم تكون على فكرة ان في عربية دا ستحد لا الشدة ممكن تكون ان واحد حسس بضغط واحد حسس بان هو مشتت مش قادر يفكر الاوقات دي اوقات عبقرية عشان انت تبقى ركن من اركان شريك حياتك ولو دورنا مش هنلاقي زوجة مش بيكون نفسها زوجة هيكون واقف جنبها وقت ما احنا وخاصة لو كانت هي بتمر بيها بشكل مفاجئ واكيد كمان كل زوج بيكون نفسه زوجته تكون اول حد يقف جنبه في شدته ويشجعه وعلى فكرة كتير من الاحوال لما دا بيحصل بيبقى دا بداية جديدة للحياة الزوجية وبتبقى بداية عبقرية هو بيقول ان كل حاجة مهما كانت اعتعدي مهما كانت كبيرة مهما كانت شدة لو حد واقف جنبه وعشان كده الدعم والمسان دا من اهم مفاتيح السعادة الزوجية والعكس صحيح يبقى غياب الدعم وقت الشدة عمره ما بيتنسي وبيسيب جرح في قلب الزوج والزوجة ومش سهل على فكرة ان هو يتدوى ويتلاشى وعشان كده انلاقي ازواج بيقولوا مراتي دي لو لفت الدنيا ما لقيش دفرها ليه يا سيدي لو لفت الدنيا ما تلاقيش دفرها ايه اللي حصل هم نوع ما اشتكتوا قالتلي معاك قليل ولا معاك كتير كانت بتعيش على قد مقدرتي ونلاقي زوجات بيقولوا دا جوزي اللي ليه في الدنيا دا شنف مرضي ولا جيه في يوم عيرني ولا قال لي هتجوز عليكي ولا قال لي في يوم دا لدرجة ان هو قال لي كلام غريب قوي انا معاك على كل حال لدرجة ان هو ساعات لما كان بيتحك بيقولها انت حبيبتي حتى لو عضم في قفة وكلام كده في الهزار انا عايزك ما تشيريش هم ابدا دي ما واقف دي ما واقف ما بتتنسيش بين الازواج وبيفضلوا عايشين على جمالها وعلى حلوتها وعلى دفقها وعلى قوتها لما حد بيحس ان هو عنده ساند بيحس ان هو قوي دايما بيقولوا للناس ما تخليش حد يحس بالزل ولا يحس بالضعف وكمان لو عايز تبقى ركن من حياته خليه يحس ان هو قوي بيك مستقوي بيك وده بيكون من مدد ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده قلنا واجعنا بينكم وادة الواحمة عشان نحس ايه ان ده مدد من عند ربنا من عند القوي وده اللي بيخلي الحياة بين الناس تحلوه تحلوه يعني ايه نحس بجمالها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه للسيدة خديجة حب مفيش لي مثيل مش هقدره بس حب عظيم لحب ملوش مثيل وكان بيقول انه رزقته حبها عشان كده دورها كان دورها كبير في حياته قوي وكأن رسول الله سلم بيحطنا دايرة كده على ايه على مهارة المسندة والدعم في وقت الشدة فلما غارت السيدة عائشة من السيدة خديجة لما كان حضرت النبي بمدحة وقالت له لقد أبدلك الله خيرا منها حضرت النبي تماعر وجهه تغير وجهه درجة ان السيدة عائشة كشت وخافت قال ما أبدلني الله خيرا منها إلا حاصل قد آمنت بي إذ كفر بيا الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء إلا حاصل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان فاكر وبيذكر وبيتغنى على مر السنين بمسند السيدة خديجة لها بيابيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يسنده من السماء بس هو عايز يعلمنا وعايز يبين جمال وكرامة وعزة السيدة خديجة الكبرى عليها السلام وعشان كده صورة دعم كتير وقد يكون فيها مواقف البعض بيشوفها بسيطة لكنها في الحقيقة تكون كبيرة لأن الوقت بتاعها والسياق بتاعها بيبا مهم زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع السيدة عائشة عندما ضعق ده في السحراء وقف الناس وفضل يدور حضرت النبي لغاية ما لقاه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم زي موقف لما يكون الراجل بيحدو أنجشة لما بيكون بيحدو بيغني فإيه فاللي حصل فالقبل تهتز بشدة فجوه فيه نساء جوه في الهودك ده فإيه اللي حصل يقول له يا أنجشة رفقا من القوارين ما تجيبش جواب كده عالي أو كده عشان الناس اللي جوه دولا ما تنسجمش القبل كده وبعدين الناس اللي جوه دولا يدق يحصل لهم حاجة والقوارير دي كلمة على فكرة عند العرب كلمة زي بعض الكلام اللي عندنا انه ممكن يستنكروا الناس لكن حضرت النبي قاله طب نعمل ايه بقى عشان تبقى مهارة الايه المهارة دي عندنا مهارة ايه المسان ده وقت الشدة يبقى أول حاجة عندنا أول حاجة عندنا لازم نعملها ودي معايير اذا كنت انت مسند ولا مش مسند يعني عايز تعرف انت مسند ولا لأ حط نفسك على الميزان ده أول حاجة واذا كنت عايز تتعلم مهارة المسان ده والدعم في وقت الشدة قدينة بقولك شوية حاجات تتعلمها أول حاجة انك تسمع المشكلة باهتمام فيه ناس كتير تقولك ايه ما نعارف المشكلة لأ جزء من المسان ده ان انت تسمع عارف لما تسمع ليه ان انت لما تسمع جزء من السماعة وتقدير الشخص وذلك رسول الله عليه وسلم كان يعمل ايه اي حد يجيله يشتكي يسمعه اي حد موجوع يسمعه مع ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقتيه الوحي لكن يجب يسمعه زي ما سمع السيدة عائشة كل الصحابة هم بيه واشتكوله يبقى انت عايز تستاند حد اسمعه اديه الوقت يحكي لان جزء من الحكي ان هو يخرج اللي عنده وعلى فكرة فيه ناس كتير ما بتبقاش محتاجة غير ان حد يسمعها بس واذاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان اذن خير صلى الله عليه وسلم يعني ايه بيسمع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع اسمع المشكلة بس لازم تسمع المشكلة ايه تسمعها باهتمام ما تسمعهاش يلا خلص عشان ايه عشان احنا مش فاضيين عايزين نعمل حل المشكلة بسرعة فيحس ان هو مشاعر ووجع وديقه شيء ملوش اهمية لا اسمع تاني حاجة المساعدة في الحل تاني حاجة شوف انت قديب تساعد في الحل والعرض على خبير لو احتاج الامر يبقى اول حاجة ان انت تساعد في الحل بس انا بحب كمان في المساعدة في الحل ان انت تخلي تسأل في الدعم المساندة انت محتاج ايه بالزبط لو قالك انا مش عارف ابتدي انت اطرح الحلول طب انت لو اتنين لمشكلة اكبر منكم اطلبوا ان انتوا تروحوا الخبير كونك خدت حد من ايده وروحت للخبير ده جزء من الدعم المساندة وده جزء من اللي عملته السيدة خديجة السيدة خديجة الكبرى عليه السلام عملت ايه؟ اخذت حضرة النبي وراحت لورقة بالنوفة فلما راحت لورقة بالنوفة ايه حاصل؟ قالت له اسمع من ابن اخيك اهه اسمع اهو قالت له اسمع من ابن اخيك السماع الاول كانت عبقرية ستين خديجة عليه السلام عبقرية فعل في المساندة والدعم قالت له اسمع من ابن اخيك فبعد ما اسمع ايه اللي حاصل؟ هي اخذته للخبير عشان هي ما شافتش ده ولا تعرف حاجة عن ده فاخذته الخبير رابع حاجة السؤال عن افضل طريقة للدعم بالنسبة لشريك الحياة تسأله ايه افضل طريقة؟ لو كان فيه طرق متعددة ايه افضل طريقة تحبها؟ لان انت ممكن تعمل فيك تقدم الدعم والمساندة للحاجة اللي انت قادر عليها بس في الحقيقة ما تنفعوش فانت لازم تعمل ايه؟ تسأله الحاجة الخامسة ان انت تطمئنه كل حاجة تبقى كويسة ان شاء الله وتتفقده من وقت للتاني عامل ايه؟ كويس؟ محتاج مساعدة محتاج نجدد الامر ده محتاج نغيره محتاج نغير الدواء محتاج نتصب الدكتور محتاج ان احنا كمان نزود اي حاجة محتاج ان احنا نشتري حاجة محتاج ان احنا نعمل حاجة هو ده الاحساس اللي بيبقى هو منتظر طول الوقت هو في الشدة محتاج حد يجي يطبطب عليه يحن عليه ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيطمن السيدة عائشة فلما تجي تسأله ما حل العقدة يا رسول الله قال له مثل حبك في قلبي كالعقدة في كل شوية تجي تسأله ما حل العقدة يا رسول الله يقول له كما هي ايه الحاجة الستة؟ متابعة سر الحل في الاتجاه الصحيح ان انت تتبع سر الحل في الاتجاه الصحيح وتمشي فيه شوية اجراءات بقى ممكن تساعدنا في ده ان احنا من الاول خالص نعمل شوية حاجات مهمة كل يوم نتفقد احوال اهل بيتنا ونعرف هم محتاجين ايه ده اجراءات بالتالي بتعمل مساندة وبتحسس الشخص قبل لما تيجي المشكلة تيجي المشكلة على انسان مطمئن تاني حاجة نتعود ان احنا نعبر باشكال متعددة عن حبنا وعن مسندتنا لشريك حياتنا تالت حاجة يا ريت لو نخصص كل يوم دعاء لأهل بيتنا ويا سلام لما يعرفوا ان احنا بنتعلم طول الوقت خاصة لو كان الاب او الام او الزوج او الزوجة يقولوا ان هما بيدوا لأولاده اخر حاجة كل يوم ما تحاولش ان انت تبقى بعيد عن شريك حياتك كل ما قربت من شريك حياتك في المكان اللي هو بيقعد فيه فيه انك تسأل عليه طول ما هو حاسس ان انت قريب منه طول ما هو حاسس بمسنددك اقول لكم حاجة في بعض الاحيين لما بتحصل مشاكل ما بيبقى الشريك الحياة محتاجة غير احتضان بس احتواء بس والمشاكل يا ما مشاكل راحت ويا مشاكل فاتت وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة تقول ما انتقل رسول الله الا وهو بين صدري ونحري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلموني عن عائشة فانه لا يأتين الوحي الا في حجره خليكم قريبين من بعض والقرب بيعمل مسندة عبقرية يا رب جعلنا دايما سندا لا احبابنا جعلنا دايما في دعمهم عشان يفضلوا حسين بمددك وبنورك يا رب العالمين موسيقى